ممتاز من 2006-2007 نادي الزمالك لم يتغلب على النادي الأهلي تماماً منذ طبعاً يعني بنتكلم أكثر من 11 سنة ودي حاجة تحسب ليه النادي الأهلي 116 لقاء قمة النهاردة إن شاء الله هيتم إن شاء الله عدد 116 يكون أيضاً في صالح النادي الأهلي خلينا نقول لكم وإحنا بنتكلم على المباراة اليوم بعض طبعاً الأمور هتلس هتكلم طبعاً في جزئية الصحافة ورؤية الصحافة لهذه المباراة عن طريق القادر الرديني المميزين أستاذ عصام سالم وأستاذ شريف عبدالقادر ولكن كان فيه منشط كان موجود في مجلة النادي الأهلي ويمكن المنشط ده خلى أمور مثلاً ممكن تكون الأمور إحاءة مثلاً بشكل معين كده في المنشطات الخاصة بالمباراة ولكن كابتن الخطيب من خلال هذا المنشط أو خلال اللي كتب فيه مجلة النادي الأهلي بيؤكد على دعم الأهلي لمنظومة رادية المنظومة رادية متمثلة في الصحافة الرياضية متمثلة في التحكيم متمثلة في الجمهور متمثلة في عاجات كتير جداً أعتقد أن النادي الأهلي دائماً بيحترم هذه الأطراف كلها أو الأطراف دي كلها بيحترمها النادي الأهلي فبالتالي يمكن المنشط جيهة مثلاً مغالط لبعض الأمور الخاصة بجزئية التحكيم فبالتالي كابتن الخطيب لما اتكلم أبداً استياءه وانزعاجه الشديد من المنشط الذي خرج من مجلة النادي الأهلي مؤكد أن النادي الأهلي طول عمره أو طول تاريخه بيقف داعماً لمنظومة رادية بشكل كبير زي ما قلت لكم منظومة رادية متمثلة في أطراف كتير أكيد التحكيم هو جزء من المنظومة دي فبالتالي إحنا بنتكلم على دائماً احترام جزئية التحكيم بشكل كبير أكد بقى كابتن محمود الخطيب أن إدارة النادي أيضاً قادرة على حماية الأهلي من أي مساس بحقوقه عن طريق الوسائل المشروع في إطار السياسة العامة للنادي كما وجه كابتن محمود الخطيب رسالة لعيب النادي وأجهزاته والفنية والإدارية في كل الألعاب مؤكداً على صيقته في قدرتهم على تحمل المسئولية والحفاظ على اسم النادي وانتصاراته وبطولاته وإسعاد جمهيره تحت أي ظروف مؤكداً أن هذه هي شخصية البطل التي يجسدها النادي منذ 111 سنة طبعاً دي الروح الراضية اللي احنا بنحبها وبنشوفها من خلال طبعاً نجوم كبار زي كابتن محمود الخطيب نادي الأهلي كابتن حسن شحاتة في نادي الزمالك هي دي اللي احنا نتمنى أنها تفضل موجودة كانت يعني أعتقد أن في التوقيت ده كانت الأمور نجمين كبار فريقين كبار كانت الأمور ماشية بشكل مماز جداً بنشوف في المباراة زي كده تلاقي الحالة بالنسبة لكل جمهور عايز فريقه يكسب ولكن حاجة زي كده بتمنع أي تعصب ما بين الجمهورين في وضع زي النجمين كبار بيروحوا شجعوا النادي الأهلي وجماهيري النادي الأهلي وجمهور نادي الزمالك بكل الأشكال اللي احنا شايفينها والشكل الرائع اللي احنا شايفينه أمامنا على الشاشة طبعاً الوضع الحالي الجمهور بالنسبة لنا عدد قليل ولكن جماهير الفريقين بالملايين سواء بقى الأهلي أو زمالك لكن في الأول في الآخر اللي احنا نتمناه هو احترام المنافس وده اللي بيأكد عليه كابت المحمود الخطيب دائماً من خلال تصريحاته من خلال طبعاً المبادئ المرصخة داخل جدران النادي الأهلي اللي احنا بنتحلى بها من خلال احترام المنافس واحترام الغير واحترام كل المنظومة الراضية بكافة أطرافها ده يمكن اللي اكد عليه كابت المحمود الخطيب من خلال تصريحه وبيانه من خلال طبعاً احترام المنظومة الراضية اللي نقول لكم دي يمكن لقطة مهمة جداً وحنا بنتكلم على جزئية التحكيم وكان بيشترك فيها رئيس النادي الحالي كابت المحمود الخطيب النجمة الكبير كابت المحمود الخطيب وهو بينحاني احتراماً لجزئية التحكيم وهو بيدي له انظار يعني ده حاجة جميلة جداً وهي ده ما يكون نجمة كبير زي كابت المحمود الخطيب والتصرفاته كانت داخل الملعب بتبين أديه شخصيته بتبين أديه هو كمان في التوقيت الحالي بيصر على احترام المبادئ احترام زي ما بقول المنظومة الرياضية بجميع أطرافها وزي ما بقول لكم قدامنا على شاشة جزئية التحكيم واحترامها بشكل كبير من خلال طبعا كابتن محمود الخطيب دي كانت أمام زنبابوي في تصفيات الأمم الأفريقية ده أمام طبعا منتخب مصر طبعا وكانت مباراة رائعة كابتن محمود الخطيب دائما بدينا مثال في الاحترام دائما سواء كان لعب أو كان رئيس نادي يعني وإحنا بنتكلم على مباراة اليوم هروح لزميلي محمد سعيد اللي طلعنا طبعا على بعض الأخبار الخاصة بفريقنا النهاردة واستعداده للمباراة محمد